وناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم جملة من المواضيع الخدمية كشق طريق الحرف التابع لولاية خصب وإنشاء مدرسة في منطقة سيمة واستعرض المجلس في اجتماعه الأول هذا العام تحويل موضوع تصريف مياه الأمطار بمنطقة الحالة بولاية خصب إلى وزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه ورفع توصية طلب شارع منطقة رويبة لوزارة النقل كما ناقش المجلس سفلتة الشارع المودي إلى خور نجد وشق قناة تصريف لمياه الأمطار بمنطقة بعدة قرى وشق بعض الطرق الترابية بمنطقة حيوت ترأس الاجتماع أحمد بن محمد الكمزاري نائب رئيس المجلس